السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي معكم أستاذ خالد نجم معلم خبير رياضيات في مدرسة الشهيد أحمد بهجة مناع بيدا منهور محافظة البحير موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس الهندسة العلاقة بين ممسات الدائرة نشوف مع بعض كده أهداف الدرس بعد الانتهاء من الدرس يكون الطالب قادرا على أن يذكر العلاقة بين ممسات الدائرة يحل تمارين على العلاقة بين ممسات الدائرة يستنتج العلاقة بين الممسان المرسومان لدائرة من نقطة خارج الدائرة تعالوا نشوف النظرية بتاعتنا بتقولي النهارة القطعتان الممساتين المرسومتين من نقطة خارج الدائرة يكونان متساويتان في الطول نحن نشوف كده على الرسم كده. أنا عندي نقطة ألف. دي نقطة خارج الدائرة. تمام؟ طيب. عندي في ممسين مرسومين من نقطة ألف للدائرة. اللي هما ألف بي وألف جيم. دول ممسين مرسومين للدائرة. الممسين دولة جماعة بيبقوا متساوين في الطو эфф. القطعتين الممستين المرسومتين من نقطة خارج الدائرة. بيبقوا ما لهم متساويتين في الطو dissip. طيب البرهان بتاعها نقول إيه لما يجيدي رسمة زي دي أقول كده بما أن ألف بيه وألف جيه ممسين للدائرة إذن ألف بيه يساوي ألف جيه طيب دي إيه النظرية بتاعتنا الأساسين تعال نشوف نتيجة نتيجة واحد المستقيم المار بمركز الدائرة ونقطة تقاطع ممسين لها يكون محوراً لوطر التماس تعال نبص كده مع بعض على الرأس عندي هنا في ممسين ألف بيه وألف جيه للدائرة أول حاجة حسب النظرية هنقول الممسين دول يكونوا متساويين في الطول يعني ألف بيه بيساوي ألف جيه طيب النتيجة بابتقول إيه المستقيم المار بمركز الدائرة ونقطة تقاطع ممسين لها يكون محوراً لوطر التماس إيه وطر التماس ده أنا عندي الممس ألف بيه فيه نقطة التماس هنا نقطة بيه ونقطة التماس التانية نقطة جيم يبقى به جيم ده اسمه يا جماعة إيه وطر التماس اسمه وطر التماس المستقيم بقى المار بمركز الدائرة ونقطة تقاطع ممسين لها يكون محوراً لوطر التماس يعني عمودي على وطر التماس وينصف يعني ميم ألف ده يبقى عمودي على به جيم وينصفه يعني به ده ليسوي ده الجيم طيب البرهان بتاعه نقول إيه لما يبقى عندي الشكل ده كده أقول كده بما أن ألف به وألف جيم ممسان للدائرة إذن أول حاجة نقول ألف به يسوي ألف جيم طب ومنها نستنتج إيه كمان شايفين مصالس ألف به جيم ده هيبقى متساوي الساقي يبقى قياس زاوية ألف به جيم يسوي قياس زاوية ألف جيم به ونستنتج إيه كمان نستنتج إن ألف ميم يكون محوراً لوطر التماس اللي هو به جيم ألف ميم محور لوطر التماس به جيم يعني إيه محور يعني عمودي عليه من منتصفه يعني ألف ميم يبقى عمودي على به جيم يبقى قياس زاوية به ده ألف بتسعين وينصفه يعني به ده ليسوي ده لك به ده ليسوي ده لك تمام؟ هذه نتيجة واحد. pledغ t we . نتيجة نتقولMERبع المستقيم المارر بمركز الدائرة ونقط التقاطع ممسان لها تزد status بين هذين الممسان وبين نصفين القطرين المارين بدخلا aime يبقى ثاني المستقيم المارر بمركز الدائرة ونقط التقاطع ممسان لها زي ما احنا شايفين على الرسم كده ينصف الزاوية بين الممسين وكذلك ينصف الزاوية بين النصفين الخطرين يعني هنا فيه لو فيه هنا نقطة ألف هنا ألف ميم بينصف زاوية ألف لها فيه نقطة ونقطة هوا يبقى قياس زاوية به ألف ميم بتسوي جيم ألف ميم لو هنا فيه نقطة ألف مش مكتوبة وهنا قياس زاوية به ميم ألف هتسوي جيم ميم ألف يبقى ثاني نتيجة تانية المستقيم المعرف مركز الدايرة ونقطة تقاطع ممسين لها ينصف الزاوية بين هذين الممسين وينصف الزاوية بين نصفين كترين المرين بنقطتين تمام يبقى أنا كده خطة نظرية هناك كتير تعالوا بقى نشوف كده إيه مع بعض السؤال الأولاني عندي هنا فيه من نبصه على الرسم كده مع بعض عندي ألف جيم وألف به ممسان للدائرة ميم وقياس زاوية به ألف ميم بـ 25 درجة المطلوب إيجاد قياس زاوية ألف جيم به دي أول حاجة تاني حاجة عايزين قياس زاوية به جيم طيب تمام أنا عندي أول حاجة عندي إيه يا جماعة ألف جيم وألف به ممسان للدائج كيف أول حاجة نستنتجها إن هم متساويين في الطول يعني ألف به يسوي ألف جيم تمام وعندي إيه كمان عندي ألف ميم ده ينصف زاوية ألف وكذلك ينصف زاوية ميم وعندي كمان ألف ميم يبقى عمودي على جيم بي وينصف كل المعلومات دي تبقى في دماء ماشي طيب هو عايز زاوية إيه ألف جيم بي طيب أنا هنا أقول له إيه بما أن ألف جيم وألف به ممسان للدائرة إذن ألف ميم ألف ميم ينصف زاوية ألف يعني قياس زاوية جيم ألف ميم يسوي قياس زاوية به ألف ميم يسوي 25 درجة تمام طيب يبقى كده عندي قياس زاوية جيم ألف به كلها 25 زائد 25 بخمسين درجة وعندي ألف جيم يسوي ألف B عشان ممثين مرسومين من نقطة خارج دين صحيب يبقى إذا نستنتج أنه قياس ألف جيم B يسوي قياس ألف B جيم ليه؟ عشان عندي المثلث ألف جيم B دا كده بقى متساوي الساقي مسلث متساوي الساقي يبقى زاوية القضاء دا متساوياتا في القياس يبقى قياس زاوية ألف جيم B يسوي قياس زاوية ألف B يسوي بقى كام كل زاوية منهم؟ مجموعة زاوية المثلث 180. طيب عندي قياس زاوية جيم ألف بي كلها 50 درجة. يبقى إذن كل واحدة من الجيم ألف جيم بي و ألف بيه جيم كل واحدة 180 ناقص 50 على الاتنين. تطلع 65 درجة. يبقى قياس زاوية ألف جيم بي يسوي قياس ألف بيه جيم 65 درجة. ده أول مطلوب. المطلوب الثاني عايز قياس زاوية بيه جيم. طيب يلا يلا جاوبوا معي يلا الناس الموجودة. زاوية بيه جيم دي اسمها زاوية ايه. زاوية ايه يا جماعة. ها تمام زاوية محيطية. طيب فين الزاوية المركزية المشتركة معها في نفس القوس. زاوية بيه جيم محيطية. القوس بتاعها بيه جيم. طيب فين الزاوية المركزية اللي طلعها برضو من نفس القوس بيه جيم. بيه ميم جيم. يبقى أنا عشان أجيب زاوية ها لازم أجيب زاوية بيه ميم جيم. تمام طيب هنجيبها بقى ازاي اقول لا كمamin هو انا قد افجي بسمه ايه ممات طيب ومين جيم اسمه ايه ايه نصو كطر احنا اخذنا في اول تريم والتاني ده المماس بيبقى عمودي على نصو الكطر المرسوم من نقطة التماس المماس للدائرة يكون عموديا على نصف كطر الدائرة المرسوم من نقطة التماس يعني عندي ألف جيم مماس ومين جيم نصو كطر بيبقى مين جيم عمودي على ألف جيم يبقى أنا أقول له كده بما أن ميم جيم عمودي على ألف جيم عمودي يعني زاوية ألف جيم ميم بتسعين درجة يبقى قياس زاوية ألف جيم ميم بتسعين درجة طب بصوا كده بقى معايق المثلث ألف جيم ميم عندنا زاوية ألف جيم ميم جبناها بتسعين دلوقتي وزاوية جيم ألف ميم جبناها بخمسة وعشرين يبقى زاوية ألف ميم جيم ألف ميم جيم نجيبها ازاي مجموع الزاوية الدخلة للمثلث 180 يبقى قياس ألف ميم جيم يساوي 180 ناقص 90 زائد 25 تطلع 65 درجة يبقى قياس ألف ميم جيم 65 درجة طيب تمام مش احنا عندنا ألف ميم بينصف الزاوية بين الممسين وينصف الزاوية بين نصفي الكترين يعني ألف ميم ينصف زاوية جيم ميم ب طب أنا جبت قياس جيم ميم ب جيم ميم ألف ب 65 ماذا كده؟ لسا جايب أهو جيم ميم ألف ب 65 يبقى إذا قياس زاوية به ميم ألف برضو ب 65 لأنهما بيصاووا بعض يبقى أنا أقول له قياس ألف ميم جيم يساوي قياس ألف ميم ب يساوي 65 درجة تمام يبقى أنا كده جبت زاوية قدر أجيب زاوية جيم ميم بكلها نجمع 65 و 65 يجيني 130 طب زاوية جيم ميم ب دي نوعها إيه مركزية فين المحيطية بتاعتها المشتركة معها في نفس الكوس تمام جيم هه ب يبقى أنا أقول له إيه إذا قياس زاوية جيم هه ب يساوي نصف قياس جيم ميم ب يساوي نصف 130 بخمسة وستين درجة وأقول له السبب أقول له زاوياتين محيطية ومركزية مشتركتين في القوس جيم ب تمام يا جماعة يبقى أنا كده جبت قياس زاوية به هيك طيب تعالوا كده إيه نشوف إيه الجوز اللي بعد نحن للوقت العنوان بتاعنا اسمه إيه العلاقة بين ممسات الدائرة تعالوا كده نشوف عدد الممسات المشتركة لتائرتين أول حاجة متباعدة تعالوا نشوف كده الدائرتين متباعدتين أول حاجة تعالوا نفتكر كده زي ما احنا شايفين كده قال لهم كان ممس مشتركة أربعة ممسات مشتركة شايفين الاتنين الزرق دول ممسين خارجيين وفي ممسين داخليين يعني الدائرتين المتباعدتين لهما أربع ممسات مشتركة اتنين خارجيين واثنين داخليين تمام طب ساعت يبقى يضحك علينا يقولنا إيه يوجد كان ممس داخلي للدائرتين المتباعدتين داخلي بس يبقى تقوله اتنين كان ممس خارجي للدائرتين المتباعدتين تقوله اتنين برضه كان ممس للدائرتين المتباعدتين ولا حدد لي بقى داخلي ولا خارجي تقوله أربعة تمام طيب تعالوا نفتكر بقى كنا احنا درس ايه وضع دايرتين بالنسبة لبعضهم اول حاجة كان دايرتين متباعدتين كان القعدة ايه ميم نون اللي هو خط المركزين ميم نون كان ايه اكبر من اه يلا فتكروا كده اقوله معايا ميم نون ايه اكبر من في الدايرتين متباعدتين ميم نون اكبر من نق واحد زائد نق اثنين مش كده يا جماعة طيب تعالوا دي اول حاجة الدايرتين متباعدتين تعالوا نشوف رقم اتنين الدايرتين المتمستين من الخارج تعالوا نشوف لهم كم مماس تعالوا نرسم كده ونشوف دايرتين هم متمستين من الخارج ادي مماس اتنين واحد داخلي يوقع ثلاثة يبقى الدايرتين متمستين من الخارج لهم كم مماس مشترك ثلاثة اتنين خارجيين زي ما احنا شايفين اللي هم الازرق واحد اسود ايه داخلي طب تعالوا نفتكر القاعدة بتاعت الدايرتين المتمستين من الخارج. كان ميم نون يسوي ايه؟ ميم نون يسوي نقو واحد زائد نقو تن. تمام؟ طيب دول كده دايرتين ايه متباعدتين ودايرتين متمستين. دايرتين متباعدتين لهم كممس مشترك اربع. المتمستين من الخارج لهم تلات ممسات مشترك. طيب تعالوا نكمل باية الدوائر. فاضل عندي دايرتين متقاطعة. تعالوا نشوف كده. دي فيه كممس مشترك لدائرتين متقاطعتين زي ما احنا شايفين اتنين خارجيين بس ما فيش داخل اتنين خارجيين. تمام؟ طيب مين يقول يلا العلاقة بين نصفين فترين الدائرتين المتقاطعتين. بنا بنقول ايه؟ ميم نون مالها اكبر من نقو واحد نقص نقو اتنين. واصغر من نقو واحد زائد نقو اتنين. تمام؟ يبقى احنا كده بنراجع برضو على الاجزاء اللي فات. الحالة الرابعة الدايرتين المتمستين من الداخل. تعالوا نشوفوا الرسم. دايرتين متمستين من الداخل لهوت. زي ما احنا شايفين هيبقى لهم مماس واحد مشترك. مماس ايه؟ واحد. طيب يلا مين يقولي العلاقة بين بين نصفين الكترين في الدايرتين المتمستين من الداخل. يبقى ايه؟ ميم نون يساوي نقو واحد ناقص نقو اتنين. تمام؟ تعالوا نشوف كده تاني احنا قلنا ايه؟ اول حاجة الدايرتين المتباعدتين لهم كممس مشترك اربع. المتمستين من من الخارج لهم كام تلاتة. المتقاطعتين اتنين. والمتمستين من الداخل واحد. طب فضل حالتين اللي هم المتداخلتين والمتحدات المرتين. الدايرتين المتداخلتين عمر ما هيبقى فيه ممس مشترك له. يبقى عدد الممسات المشتركة للدايرتين المتداخلتين او متحدات المركز هيبقى صف. ما اللي همش بحاول تانا صف. ماشي؟ طب نفتكروا كده الدايرتين المتداخلتين. كان القاعدة بتاعتهم ايه؟ ميم نون مالها. عكس المتباعدتين. ميم نون اصغر من نق واحد نقص نق اثنين. ومتحدات المركز كان ميم نون يسوي ايه؟ نا ميم نون يسوي صف. ميم نون يسوي صف. فكده اخذنا ايه؟ ستة اوضاع للدايرة. وشوفنا ايه كل وضع ليه كان ممس مشترك. تمام؟ تعالوا نشوف السؤال التاني. زي ما احنا شايفين على الرسم كنا يا جماعة. عندي في ممسان للدائرة سين الف وسين بي. قياس زاوية الف سين بي بسبعين درجة. قياس زاوية دالجين بية بمئة خمسة وعشرين درجة. المطلوب إثبت ان اول حاجة ألف بى شعاع ينصف زاوية الدال ألف سين . يعني إيه ألف بيه ينصف زاوية دال ألف سين؟ يعني لازم اجيب زاوية دال ألف بي. ازاوية بيه الف سين قياس يطلعوا كيعط زي بعض. يبقى ايه ينصف زاوية دال ألف سين. طيب ماشي ونشوفه المطلوب التاني. إثبت انهاط wypدال يوازي سين بيه. طيب. طبعاً هنا أنا أجيب الزوايا الموجودة في الشكل. كل أي زاوية اللي أعرف أجيبها أجيبها. طيب أنا عندي هنا في زاويةين. في زاوية بسبعين وفي زاوية بـ 125. هنشتغل عليه. أول حاجة نشتغل من الممسين. بما أن سين ألف وسين بهم ممسين للدائرة. إذن يبقوا متساوياً في الطوق. يبقى إذن سين ألف يساوي سين بهم. طب يبقى المثلث سين ألف بهم متساوي الساقي. يبقى قياس زاوية سين ألف بهم يساوي سين بهم ألف. يساوي 180 ناقص سبعين على الاتنين. يساوي 55. يبقى قياس سين ألف بهم وسين بهم ألف. كل واحدة منهم بـ 55 درجة. طيب شايفين الشكل ألف بهم جيم ده. الشكل ده ماله يا جماعة. ده رباع دائري. طب إيه ده وما قالش إنه رباع دائري. مش لازم يقول ما هو رؤوسه تقع على الدائرة. يبقى الشكل الرباع الدائري ألف بهم جيم ده. ده رباع دائري. طب إتخواص الشكل الرباع الدائري إيه؟ كل زاويتين متقابلتين متكاملتين. يعني أنا عندي قياس زاوية جيم بـ 125. يبقى قياس زاوية به ألف دال. نجيبها إزاي 180 ناقص 125. بما أن الشكل ألف به جيم ده رباع دائري. إذن قياس به ألف دال. يسوي 180 ناقص 125 يسوي 55 درجة. يبقى جبت زاوية به ألف دال بـ 55. وبه ألف سين بـ 55. يعني إذن نكتب له كده قياس زاوية به ألف دال. يسوي قياس زاوية به ألف سين. يسوي 55 درجة. إذن ألف بي ينصف زاوية دال ألف سين ألف بي ينصف زاوية دال ألف سين تمام؟ ده المطلوب الأولاني المطلوب الثاني يثبت أن ألف دال يوازي سين بي طيب سهلة خالص مش أنا جدت زاوية ألف بيه سين طلعت 55 وزاوية بيه ألف دال طلعت 55 بردو أجعله إذن قياس زاوية ألف بيه سين سوي قياس زاوية بيه ألف دال بتسوي 55 درجة وهما في وضع تبادل حرف ز ده هوا شايفينه؟ حرف ز ده أنا ماشي عليه أهو بالسهمة هو وهما في وضع تبادل إذن ألف دال يوازي سين بيه يبقى ألف دال يوازي سين بيه أو بيه سين تماما جماعة؟ طيب في حد طبعا ممكن يقول لي إيه؟ ممكن نجيبهها بطريقة تانية يثبت التوازي ده آه ممكن أشتغل على حرف يو تبصي كده؟ يمشي كده من الدال روح للألف روح للسين للب حرف يو أهو شايفينه؟ يبقى قياس ممكن نوحد تاني يثبتها كياس زاوية دال ألف سين زاوية قياس زاوية بيه سين ألف هتسوي كام؟ 55 زاوية 55 زاوية 70 تطلع 180 درجة وهما في وضع تدافل يبقى إذن دال ألف يوازي بيه سين يبقى كده حلنا السؤال تمام؟ بطريقة تانية نشوف السؤال التالت عندي هنا قياس زاوية بيه ميم دال ب130 درجة وعندي جيم دال يوازي ألف بيه وعندي ألف جيم وألف بيه ممسان للدال البطلوب إثبت أن جيم بيه ينصف زاوية ألف جيم دال ويوجد قياس زاوية دال زاوية ألف طيب عشان أثبت أن جيم بيه ينصف زاوية ألف جيم دال يعني معناها أن أنا لازم أجيب قياس زاوية بيه جيم دال واجيب زاوية ألف جيم بيه يطلعوا زيبة طيب أنا فين الزاوية اللي موجودة عندي أو في زاوية مركزية قياسها بيه ميم دال ب130 درجة طيب أنا نشتغل عليه لازم أبدأ منها طيب ما فين الزاوية المركزية بيه ميم دال فين الزاوية المحيطية المشتركة معها في نفس الكوز يلا أقوله يلا إيب أنا أقول له قياس زاوية به جيم دال يسوي نصف قياس الزاوية المركزية به ميم دال يسوي نصف 130 يسوي 65 درجة وأقول له إيه زاويتان محيطية ومركزية مشتركتان في نفس القوص به دال إيبه جبت زاوية به جيم دال ب 65 درجة طيب إيه كمان عندي إيه كمان عندي فيه توازي جيم دال يوازي ألف به وجيم به قاطع لهما يبقى قياس زوية دال جيم بيه يسوي جيم بيه ألف بما أن ألف بيه يوازي جيم دال وجيم بيه قاطع لهما إذن قياس زوية ألف بيه جيم يسوي قياس زوية بيه جيم دال خمسة وستين درجة بالتبالد حلوة طيب عندي إيه كمان؟ عندي ألف جيم وألف بيه ممثان للدائرة يبقى متساويا في الطول بما أن ألف بيه وألف جيم ممثان للدائرة إذن ألف بيه يسوي ألف جيم طب ألف بي يسوي ألف جيم يبقى إذن المسلس ألف جيم بي متساوي الساقي يعني إذن قياس زوية ألف جيم بي يسوي قياس زوية ألف بيه جيم يسوي 65 درجة تمام يبقى أنا كده وصلت أن زوية ألف جيم بي كام ب65 وزوية بيه جيم دال بكام ب65 يجعله إذن قياس زوية ألف جيم بي يسوي قياس بيه جيم دال يسوي 65 درجة إذن جيم بي ينصف زاوية ألف جيم دال يبقى كده جاوبنا إيه أول مطلوب تمام؟ يبقى تاني نقول بسرعة كده زاوية به جيم دال محيطية نص المركزية يبقى نص المائة وثلاثين كام؟ خمسة وستين فيه توازي يبقى فيه تبادل يبقى زاوية دال جيم بي تساوي زاوية جيم بي ألف خمسة وستين فيه ممسين مرسوما من نقطة خارج الدايرة يبقى مدسويا في الطول ألف جيم يسوي ألف بي يبقى قياس زاوية ألف به جيم يسوي ألف جيم بي خمسة وستين يبقى إذن ألف جيم بي تسوي زاوية به جيم دال يبقى إذن جيم بي ينصف جيم بي ينصف زاوية ألف جيم المطلوب التاني أوجد قياس زاوية ألف طبعا سهلة خالص مش إحنا جابنا مش إحنا عارفين إن مجموع قياسات الزواية داخل المثلث مية وثمانين طبعا أنا عندي زاوية ألف جيم بي وزاوية ألف به جيم بخمسة وستين كل واحدة يبقى قياس زاوية ألف مية وتمانين ناقص خمسة وستين زائد خمسة وستين تطلع خمسين درجة ويبقى كده جاوبنا السؤال التالت تعالوا نشوف السؤال الرابع تعالوا نشوف هنا الرسم اللي قدامنا عندي ألف جيم وألف به ممسان للدائرة وعندي به دال كوب في الدائرة مين المطلوب إثبت أن ألف ميم يوازي جيم دال إثبت أن ألف ميم يوازي جيم دال تمام أنا هنا عشان أثبت أن ألف ميم يوازي جيم دال عشان أثبت عن متا أن في توازي لازم أثبت أن في زاويتين يكونوا بيصووا بعض وهم في وضع تبادل أو يصووا بعض وهم في وضع تنازل يكونوا متساويين في القياس أو أثبت أن في زاويتين في وضع تداخل يكونوا متكاملتين طب أنا عندي هنا إيه؟ عندي ألف جيم وألف بي ممسان للدائرة. يبقى إذا نستنتج إيه؟ إن ألف ميم عمودي على جيم بي. يعني قياس زاوية جيم هيه ميم بتسعين درجة. هو نكتب الكلام ده. بما أن ألف بي وألف جيم ممسان للدائرة. في واحد الناس يقول لك إذا ألف بي يساوي ألف جيم ماشي. وقياس ألف جيم بي ويساوي ألف بي جيم ماشي. بس أنا مش محتاج دول. عايز أكتبهم ماشي ما فيش مشكلة. إنما اللي أنا محتاجه دلوقتي عشان يزبط إن فيه توازي. هقول له إذا ألف ميم عمودي على بي جيم. إذا قياس زاوية جيم هيه ميم بتسعين درجة. طبعا إحنا عارفين إن ألف ميم هيبقى عمودي على جيم بي وينصفه كمان. بس مش محتاج أنا التنصيف. أنا محتاج إن نجيب زاوية جيم هيه ميم بتسعين. طبتي أول حاجة. لذلك أنا كده اشتغلت على الممسان واللي هو ألف ميم عمودي على جيم بي. طبعا عندي كمان بهدال قطر. كطر يبقى فيه داواية قيبة بما أن بهدال قطر في الدائرة ميم. إذا قياس به جيم دال بتسعين درجة. حيبقي بهدال قطر في الدائرة ميم. إذا قياس به جيم دال بتسعين درجة. ليه يبقى للنتجة بتقول إيه? الزاوية المحيطية المنصومة في نصف دائرة تكون قائمة. تماما؟ انا عندي زاوية قياس زاوية جيم هيه ميم بتسعين. وزي ما قلنا به دل كطري بقى زاوية به جيم دل بتسعين درجة فيه بقى طرق تانية. مش لازم بالتداخل. ممكن ايه احنا قلنا الف ميم عمودي على جيم به. مش كده؟ يعني ممكن نستنتج ان قياس ميم هه به بتسعين. واحنا قلنا دال به قطري بزاوية دال جيم به بتسعين. يعني اقول له قياس دال جيم به. هيساوي بقى المرة. دنقول يساوي. قياس ميم هه به. وهما في وضع تناظر. يريد ان جيم دال يوازي الف ميم. في واحد يستخدم التبادل. هيثبت ان ايه قياس دال جيم هه. يساوي قياس جيم هه الف. وهو مفوضها تبادل. يبقى جيم دال يوازي الف ميم. يبقى اتنا الطرق تم. بقى كده جاوبنا السؤال الايه الرابع. تعال نشوف السؤال الخامس. عندي دايرتين متمستين من الخارج. دايرتين ميم ونوم. وفي عندي مماس مشترك اسمه الف بي. وفيه كمان مماس مشترك اهو. بقدال جيم. تمام؟ طبعا نتنا عارفين الدايرتين المتمستين من الخارج لهم كما مس تهم. باك من الرسمة اللي قدامك. الدايرتين المتمستين من الخارج. لهم كما مس ماشترك. ثلاثة. تمام؟ في واحد مش مرسوم اللي هو من تحت المماس الخارج اللي من تحت. تعالا نشوفه المطلوب ايه. اثبت أن جيم وانتصف الف بي. والمطلوب التاني. اثبت أن الف دال. عمودي على ذات دال. طيب تمام.أنا هنا هنشتغل على دائرة دائرة. هقوله في الدائرة ميم. فين الممثين لها جيم دال وجيم با يبقى بما أن جيم با وجيم دال ممثين للدائرة نون إذن جيم با يسوي جيم دال دي العلاقة الثانية مصبع على العلاقتين اللي انت كتبهم جيم ألف يسوي جيم دال وجيم با يسوي جيم دال مش ملاحظين أن جيم دال متكررة يبقى إذن نستنتجه أن جيم ألف يسوي جيم دال يبقى إذن جيم ألف يسوي جيم دال بص على الرسم ثاني جيم ألف يسوي جيم دال وجيم با برضو يسوي جيم دال برضو جيم دال متكرر. يبقى إذن جيم ألف يسوي جيم با. وبالتالي جيم ألف يسوي جيم با. يبقى إذن جيم منتصف ألف با. وده المطلوب الأولان. تمام؟ المطلوب الثاني بقى. يثبت أن ألف دال عمودي على بهداء. يعني ايه عمودي؟ يعني بيصنع زاوية قائمة. يعني عايز أثبت أن زاوية ألف دال با قائمة. ألف دال با نثبته أن هي قائمة. طيب ماشي. دي احنا خدنا نظرية في تاني عددي. اللي هي كانت بتقول إيه نظرية تاني عددي دي. متوسط المثلث القائمة الظاوية. الخارج من الرأس القائمة يساوي نصف طول الوطن. تمام؟ دي النظرية. عكسها بقى. اللي هي في حالتنا. دي عكس النظرية. متوسط المثلث اللي هو ده الجيم. ده الجيم متوسط ليه لأن جيم منتصف ألف با. ده الجيم متوسط في المثلث ألف دال با. متوسط المثلث اللي هو ده الجيم المرسوم من أحد رؤوسه. إذا كان يساوي نصف طول الضلع المقابل لهذا الرأس. يعني المتوسط يساوي نصف طول الضلع المقابل لهذا الرأس. دي ما احنا شايفين كده ده الجيم متوسط يساوي نصف ألف با. مش ده الجيم بساوي جيم ألف يساوي جيم با. يعني ده الجيم نصف ألف با. لما يبقى عندي الحالة دي متوسط يساوي نصف طول الضلع المقابل لهذا الرأس. يبقى إذاً تستنتجوا أن زاوية هذا الرأس تكون قائمة في عكس النظرين تمنا هنا نقوله إيه بقى بما أن جيم دال متوسط في المثلث ألف دال به ودال جيم يسوي نص ألف به إذن كياس ألف دال به بتسعين في زاوية ألف دال به بتسعين يعني ألف دال يعمودي على دال به يبقى كده جاوبنا لإيه سؤال واستخدنا إيه الجزء التاني من النظرية متعات إيه متوسط المثلث الخارج من الرأس القرية وعكسها ماشي؟ من دي خدناها بتاني عدد ده السؤال الإيه الخام شوفوا السؤال السادس عندي دايرتين متمسطين من الخارج ماشي عندي دايرتين متمسطين من الخارج وفيه ممسات مشتركة هي فيه ألف جيم ممس مشترك للدايرتين ألف جيم ممس مشترك وألف بي ممس للدايرة وألف دال ممس للدايرة الصغرى المطلوب إذبت قوجة قيمة سين وصن أنا شايفين طبعا إيه ألف بي بخمساشر سنتيمتر ألف جيم باتنين سين ناقص ثلاثة ألف دال بصد ناقص يعني عايزين قيمة السين وخمتين أنا هنا هشتغل على الدائرة الكبرى بين الممسين لها ألف بي و ألف جيم يبقى أنا أقول له كده بما أن ألف بي و ألف جيم ممسان للدايرة إذن ألف بي يساوي ألف جيم طب ألف جيم مكتوب عليه كام؟ اتنين سين ناقص ثلاثة والألف بي بام 15 يبقى له اتنين سين ناقص ثلاثة يساوي خمستاشر بنحلة يبقى اتنين سين تساوي خمس تاشر اشر زائل ثلاثة فيها بـ 18 يبقى السين الواحدة ناسم 18 على الأتنين فيها تسعة يبقى كده جبت السين بكم بي 9 تمام؟ طيب محزين يجيبه الساق فين الممس النتانين ألف جيم و ألف دال ممسان للدايرة ألف جيم وألف دال ممسان للدائرة. طيب ممسان للدائرة يبقى متساويين. يبقى ألف جيم يساوي ألف دال. طيب وبعدين ما أنا عندي ألف جيم بيساوي ألف بي. مش كده؟ يبقى أنا عندي ألف جيم يساوي ألف دال. وألف جيم برضو يساوي ألف بي. إذا نستنتجوا أن ألف بي يساوي ألف دال. يعني ألف دال يساوي ألف بي. مش كده؟ طيب يبقى إذا ألف دال بكام بصاد ناقص اثنين. وغالف بيه جبنا كان بكام بخمستاشر يبقى صاد ناقص اثنين يساوي بخمستاشر وبالتالي تبقى الصاد تساوي خمستاشر زائد اثنين بسبعتاشر يبقى كده جبت السين وجبت الايه قصة تمام طيب هنشوف السؤال السابع في سؤال كده ممكن يقول لك ايه من نقطة خارج دائرة يمكن رسم كامة ماس للدائرة من نقطة خارج دائرة يمكن رسم كامة ماس هيبقى طبعا اثنين طب من نقطة على الدائرة نقطة على الدائرة نفسها يمكن رسم كامة ماس هيبقى في الحالة دي كام واحد بس تعال نشوف كده ايه المواطنات اللي عندي الف جيم و الف بيه ممسان للدائرة خياس بيه الف ميم بتلتين درجة وفي عندي دال بيه قط ماشي ايه المطلوب وجد خياس زوية الف جيم دال طب نبص كده على زوية الف جيم دال الف جيم دال دي يا جماعة مكونة من زويتين الف جيم بيه و به جيم دال يبقى انا عايز اجيب زوية الف جيم بيه بكم الف جيم بيه بكم وبه جيم دال بك. طيب. تعالوا نبدأ من الممسين. بما أن ألف به وألف جيم ممسين للدائرة. يبقى إذا إيه نستنتجوا إيه؟ إن هم متساويين في الطوق. يعني ألف به يساوي ألف جيم. طيب. وإيه كمان. وألف ميم ينصف زاوية جيم ألف به. اللي هي النتيجة كانت دول إيه؟ المستقيم المر بمركز الدائرة. ونقطة تقاطع ممسيني لها. بيعمل إيه؟ ينصف الزاوية بين الممسين. وكذلك ينصف الزاوية بين نصفين الخطرين. طيب. خلينا نعرف إيه؟ ينصف الزاوية بين الممسين. يبقى زاوية إيه؟ يساوي زاوية إيه؟ تمام. قياس جيم ألف ميم. يساوي قياس به ألف ميم يساوي تلاتين درج. يبقى زاويةين دول بيساوي بعض تلاتين درج. طيب. يعني كده. قياس زاوية به ألف جيم كلها تبقى بستين درج. مش كده جمعة. قياس به ألف جيم كلها. 30 زائد 30 بستين طيب مش أنا قلت إن ألف به بيسوي ألف جيم يعني المثلث ألف جيم به ده متسوي الساقين وقياس زوية الرأس بتاعته بستين درجة يبقى إذن قياس زوية ألف جيم به يسوي قياس ألف به جيم يسوي كان بعد 180 ناقص 60 على الاتنين تضلع ستين درجة ومن غير كده أصلا إحنا عارفين لما يبقى عندي مسلث متسوي الساقين وإحدى زواياه ستين درجة في الحالة دي المثلث ده يبقى متسوي الأضلع يبقى قياس كل زاوية منه بستين يبقى المهم إن إحنا وصلنا إن زاوية ألف جيم به قياسها ستين درجة طيب عندي كمان دال به قطر في الدائرة ميم دال به قطر يبقى إذن قياس دال جيم به بتسعين درجة يبقى بما أن دال به قطر في الدائرة ميم إذن قياس دال جيم به بتسعين درجة تمام؟ يبقى أنا كده جبت زاوية ألف جيم به بستين درجة وزاوية دال جيم به بتسعين درجة عشان فيه قطر وإحنا عارفين النتيجة بتقول إيه؟ الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة تكون قائمة يبقى قياس دال جيم به بتسعين يبقى إيه إذن قياس زاوية ألف جيم دال كلها على بعضها نجمع ستين زائد تسعين يدينا إيه؟ مية وخمسين درجة ويبقى كده جاوبنا السؤال إيه؟ إسناقها طيب معنا بقى السؤال الأخير سؤال الثامن عندي هنا دائرة داخلة للم سلس دائرة داخل المسلس تمثت أضلاعهم من دائرة الدخولة للمسلس هي إيه؟ الدائرة اللي بتمثت أضلاعهم من الداخل تعالو انف تكرت حاجة كده إيه؟ خدناها الحصة للمسلسة مركز الدايرة الدخولة للمسلس هو نقطة تقاطع إيه؟ نقطة تقاطع منصفات زواياه الدخلة. سؤال مهم جدا. مركز الدائرة الدخلة للمسلس هو نقطة تقاطع منصفات زواياه الدخلة. هكونا خدنا قبل كده في الدرس بتاع تعيين الدائرة. لو كنا بنرسم دائرة وكده وكتعة مستقيمة. دائرة تمر بكتعة مستقيمة. لو كنا بنستخدم البرجل والمسطرة. كان ايه فيه حاجة تانية اللي هي بتقول ايه. مركز الدائرة الخارجة للمسلس. دار دخلة للمسلس. الدائرة الدخلة للمسلس تمص اضい orb missing. الدائرة الخارجة للمسلس تمر في رؤوس المسلس. وأبرم المسلس. المثلس هو اللي جوه الدائرة. مركز الدائرة الخارجة للمسلس كان هو نقطة تقاطع ايه? محاور تماسل اضائض منصفات زواياه محاور تماسل ήضاقي. مش كده يا جماعة؟ كان يجي سؤالي يقولك إيه؟ مركز الدائرة الخارجة للمثلث لحد الزواية يقع فين حد الزواية؟ يبقى مركز الدائرة الخارجة ليه؟ يقع في دخل المثلث طب مركز الدائرة الخارجة للمثلث المنفرج الزواية يقع فين خارج المثلث حد الزواية دخل المثلث منفرج الزواية خارج المثلث طب مركز الدائرة الخارجة للمثلث القائم الزواية مثلث قائم الزواية مركز الدايرة بقى اللي بيمر برغوصه يقع فين؟ هيبقى منتصف الوطن. يقع فين في منتصف الوطن. سؤال مهم برد. طب تعالوا نشوف هنا. عندي دايرة داخل المثلث. الف داير باثنين سانتي. الف جيم كله بخمسة سانتي. به جيم كله بسبعة سانتي. ووجد طول واو جيم اللي هو سيم. وبه هي اللي هو سانتي. المطلوب اوجد سيم وصانتي. طيب أنا عندي ممسات اهي. حد نقطة من خرج الدايرة واشوف الممسين الروحين للدايرة. نقطة ألف مثلا. كيف لممسين yılطلعين من ألف للدايرة، ألف دال وألف وواو. بما عندنا ألف دال وألف وواو ممسان للدايرة. إذن ألف دال يساوي ألف وواو يساوي اتنين سانتي. يبقى ألف وواو باثنين سانتي. تمام؟ طب من قد واندي ألف جيم كله بكام يا جماعة، خمسة. يبقى نقدر نجيبوا واو جيم اللي هو سين. هيبقى خمسة ناقص اثنين. يبقى إذاً واو جيم اللي هو 100. 5 نائس 2، يدينا 3 صم. يبقى جيبت الصST بـ 3. فرق على شرك من عند نقطة جيم كده. من الممثلين اللي راحين للدائرة من نقطة جيم؟ جيم أيه وجيم واو. بالمع أن جيم أيه هو جيم واو ماسلين للدائرة. إذن جيم أيه يسوي جيم واو يسوي 3 صم. مش أنه جبت الصAME بـ 3 اللي هي جيم واو بـ 3. يبقى جيم أيه بتـ 3. طب عندي بوه جيم كله كام بـ 7. وهي جيم بـ 3. يبقى بيه نجيبها ازاي سبعة ناقص ثلاثة يبقى الصاد اللي هي بيه سبعة ناقص ثلاثة تسوي كام اربعة سنتيمتر يبقى انا كده جبت السين وجبت الايه يا جماعة الصاد ماشي يبقى احنا كده ايه خلصنا درسنا النهاردة تعالوا كده نفتكر احنا خدنا ايه النهاردة اول حاجة خدنا الكتعتان الممستان المرسومتان من نقطة خارج الدايرة يكونوا ملهم ونسويان في الطوق تمام تاني حاجة خدنا المستقيم المر بمركز الدايرة ونقطة تقاطع ممسين لها يكون محورا لوطر التماس النتيجة التانية المستقيم المر بمركز الدايرة ونقطة تقاطع ممسين لها يعمل ايه ينصف الزاوية بين هزين الممسين وبين نصفين القطرين المرين بنقطة طيب تمام وخدنا كمان الجزء التاني عدد الممسات المشتركة لدايرتين متباعدتين يبقى كام أربعة دائرة متأمساتين من الخارج تلاتة دائرة متقاطعتين اثنين دائرة متأمساتين من الداخل واحد دائرة متداخلتين او متحدات المركز يبقى لهم كان ممس مشترك يبقى ايه صفر من الممسات المشترك ما لهمش ولا ممس مشترك ويبقى ايه كده راجعنا ايه على درسنا النهاردة العلاقة بين ممسات الدائرة ويبقى كده ان شاء الله الحصة الجاية هيبقى فضلنا ايه الزاوية الممسية ويبقى كده ايه خلصنا منهج الترمي التاني بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته